صحيفة سانداي تايمز البريطانية عن حقية المغرب باستضافة كأس العالم عام 2010 وليس جنوب إفريقيا التي نظمت الحدث هذه القضية تمت إثارتها مؤخرا لتضافة لسلسلة الاتهامات بالفساد التي طالت الفيفا المزيد في تقرير مراسلنا الأخضر نوالي فيما يشبه القصف عكس الإعلام الرياضي المغربي أخبار الصحيفة البريطانية سانداي تايمز والعناوين ذاغطة المغرب كان صاحب تنظيم مونديا لألفين وعشرة لولا التزوير والمغاربة كانوا على موعد مع عرس كبير لكن سرقة الاقتراع كانت بالمرصاد الرأي العام الرياضي والإعلامي والمدني صدم جراء هذه وعناوين أخرى يلاحظ بأن المغرب لحد الآن لم يتحرك في حين أنه جنوب إفريقيا تحركت لي لتدراء عن نفسها شبهة الفساد في حين المغرب ليس هناك أي موقف حكومي حتى على مستوزر شبهة هناك صمت كما لو أن الأمر يعني دولة أخرى في حين أنا على الأقل بإمكان استقلال هذا المعطا من أجل الظهور مظهر الضحية على بعد سنوات من فتح طلبات ترشيح لكأس العالم 2026 أو على الأقل الظهور مظهر البلد الذي قام بمجهود كبير ودخة ميزانية من أموال جامع الدرائب هنا في المغرب وعلى الأقل توجب توضح موقف المغرب في هذه النازلة أسهم فساد الفيفا كانت ضحيتها الرباط ولذلك فالمطالبات انطلقت ساخنة فضائح الفيفا التي استعرضت نفسها مؤخرا كان المغرب في قلب نصوصها مونديال 2010 الذي كان قريبا من المغاربة والمغاربة من أقربائه تم ترحيله والأمر دبر بليل ونهار هكذا قالت التحقيقات حتى الآن المغاربة يريدون أن ينكشف موضوع حقوقهم وللموضوع بقية المغاربة مستاؤون من تهريب مونديالهم إلى جنوب إفريقيا ومتذمرون من غصب الحق الذي جرى وهم طامحون في جبر الظرر بتنظيم مونديال آخر لخضر نوالي بي سبورت الرباط